أعرب رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عن تطلع الحكومة للتعاون مع الشركة الصينية العامة للهندسة المعمرية في مشروعات جديدة مع الانتهاء من المشروعات القائمة وفقا للجدول الزمني المحدد لتنفيذ تلك المشروعات وخلال لقائه المدير العام ورئيس الشركة الصينية العامة للهندسة المعمرية وينبينج أكد مدبولي تطلع الحكومة لإنشاء المدينة الطبية بالعاصمة الإدارية الجديدة منوها أن المشروع ينطبق عليه معايير مبادرة الرئيس الصيني للتنمية في الدول الأفريقية والتي أعلن عنها خلال منتدى التعاون الصيني الأفريقي مؤخرا ضمن مبادرة الحزام والطريقة وأشار مدبولي إلى تطلع الحكومة لبناء منطقة صناعية في مدينة العالمين الجديدة لتمثل نموذجا ناجحا للشراقة بين الجانبين خاصة في صناعات مهمة مثل السيارات القهربائية ومدخلة الطاقة الجديدة والمتجددة ومواد التشهيد والبناء ومن جانبه أشهد وينبينج بما شهدته العاصمة الإدارية الجديدة من تطور كبير خلال وقت قصير معربا عن سعادته لمساهمة الشركة في التنمية الجارية في البلاد